أغامت كلية التربية بجامعة المهرة حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسها بحضور محافظة المهرة محمد علي ياسر ورئيس الجامعة الدكتور أنور كلشات وفي الحفل أشار المحافظ إلى أن كلية التربية بتأسيسها في العام 1998 وضعت حقر الأساس للتعليم الجامعي ودخوله محافظة المهرة لأول مرة من خلال التحاق الدفعات وآلاف الطلاب والطالبات الخريجين والمؤهلين في مختلف التخصصات الذين ساهموا في تطوير واقع العملية التعليمية والترموية في محافظة المهرة وجدد المحافظ بن ياسر استمرار دعم السلطة المحلية لجامعة المهرة بمختلف كلياتها ومنها كلية التربية التي كانت النواة الأولى لتأسيس جامعة المهرة مشيدا بجهود رئاسة جامعة المهرة في توسيع التعليم الجامعي والأكاديمي وتطويره والارتقاء به للأفضل ومن جهته هنأ رئيس جامعة المهرة عمادة كلية التربية بهذه المناسبة ومرور 25 عاما على التعليم الجامعي بالمهرة مشيرا إلى أن كلية التربية تعتبر أول مؤسسة للتعليم العالي في المهرة ورفدت مدارس المحافظة ومختلف المؤسسات التعليمية وغيرها بالكوادر والطاقات العلمية والمعرفية فيما استعرض عميد كلية التربية الدكتور عمين اليزيدي أهم إنجازات وتطورات الكلية والمراحل التي مرت بها منذ تأسيسها حتى اليوم وفي ختام الحفل كرم المحافظ ورئيس الجامعة الفائزة بجائزة الجامعة والموظفين والإداريين القدامى في الكلية كتعبير عن الوفاء لجهودهم المبذولة خلال السنوات الماضية